موسيقى قبل لا يبلش تموز بحر اللهب وعلى حين غفلة من الجميع قررت جهات متنفذة لعب بعدادات محافظة نينوى السياسية هذا المحافظة اللي تمتلك خصوصية وحساسية تتشابه بيها مع ديالة ومع كاركوك وبعض الشيء صلاح الدين من هاي الأطراف وليش قررت بهذا التوقيت بالذات اللعب بالنار ومن المستفيد مما يحصل القصة ببساطة بلشت بدفع الإطار التنسيقي للشيخ ريان الكلداني لتنفيذ ما يشبه الأنقلاب الأبيض وذلك عن طريق تغيير عشرين رئيس وحدة إدارية من بين عشرين أو من بين ثلاثين وحدة بالأحرى في نينوى حسب ما يقول المعترضين حاملوا لواء هذا الانقلاب عمدوا على عقد جلسة لمجلس محافظة نينوى يوم اثنين من تموز الماضي وبجرة قلب نفذوا ما يشبه مجزرة الإقالات لمدراء النواحي الإدارية وبنفس الوقت انتخبوا بدلاء عنهم وبدون أي منافسة هنا مربط الخرق القانوني والدستوري اللي تم تبرير لاحقا بأن هؤلاء المدراء المقالين فشلوا بمهامهم بخدمة أهالي المناطق لكن السؤال معقولة الآن تذكروا أصحاب الانقلاب الأبيض هذا الفشل وشلون يقدرون يقنعون المقابل أن حركتهم هذه مو هدفها الإقصاء ولا هدفها الاستحواذ على مقدرات نينوى وشركائهم الأساسيين بالمحافظة هذا الشيء أثار طبعا غضب القوى الأخرى المعترضة الذين أعلنوا مقاطعة جلسات المجلس لحين التراجع عن القرار بها الأثناء تدخلت رئاسة الوزراء وأصدرت كتابا رسميا صادرا من الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات وقالت يجب التريث بقرار إقالة المدراء في نينوى لغاية بيان موقف مجلس الدولة كما طالب رئيس البرلمان في وقتها بالإنابة محسن المندلاوي العدول عن قرار الإقالات وصفها بغير القانونية لكن وبحسب شيروان الدوبرداني العضو في الديمقراطة الكردستاني وببصمة صوتية في واتساب تعرض المندلاوي لضغوط وسحب كتاب الاعتراض بمعنى غلس يا مندلاوي ولا تتدخل الآن حسب المعترضين فإنما يجري يندرج ضمن سياسة الانتقام وتصفية الحسابات السياسية هيتش يشوف المقابل بل وتمدد على ديمغرافية الكثير من مناطق نينوى ذات التعددية بل أن الديمقراطة الكردستاني ذهب إلى أبعد من ذلك قائلاً إنه لن يقبل بأن تتحكم بنينوى جماعات تستند إلى القوة والسلاح في إشارة واضحة إلى جماعة الكلداني ومن خلفه الإطار التنسيقي الآن نسأل هل نينوى مقبلة على صراع من نوع آخر صراع ممكن يهدد وضعها الأمني هذا الوضع اللي بذلت من أجل الدماء والغالي والنفيس لتحقيق الاستقرار ووضع المحافظة على عجلة البناء مرحباً بكم في حلقة جديدة مرحباً بكم مجدد المشاهدين الكرام أنا ناقش هذا الموضوع مع الأستاذ فرحان دركي من الموصر القيادي في حزب السيادة ومن أربيل دكتور ريبين سلام عضو الحزب الديمقراطة الكردستاني وكذلك من بغداد الباحث في الشأن السياسي الأستاذ عادل المانع مرحباً بكم جميعاً ضيوفي الكرام أبدأ مع جنابك أستاذ فرحان بحسبة رياضية وبالأرقام وشوية من الدستور وشوية من القانون وبعيداً عن اعتراضاتكم الجماعة كتلة نينوى وهي الإطار التنسيقي وهي حزب تقدم وهي الاتحاد الوطني يعدهم تقريباً 16 يعني ببساطة أغلبية بمجلس محافظة نينوى فيحق لهم يقولون دستورياً قانونياً سياسياً يحقنها تجون توصفوه بالانقلاب الأبيض بمجزرة بحق مدراء وتغيير 20 واحد بجرة قلم تتجاوزون إجراءات قانونية معمول بيها وتوصفوهم بأنهم يتجاوزوا حتى التوافقية اللي بنيت عليها العملية السياسية مو بس بنينوى بالعراق كله ما تشوف أنه من الطبيعي جماعة الأغلبية يغيرون مدراء هم يشوفوهم فيش لو بإدارة أمور النواحي وبعض القرى بالمحافظة أقصد وحدات إدارية أستاذ تركي طبعاً نحييك ونحيي المشاهدين وضيوفك الأعزاء أستاذ العزيز طبعاً كما ذكرت أنه وجود الأغلبية في البجلس هو نصاب قانوني مكتمل وإلهم الأحقية في هذا الأمر إذا كان وفق صياغات قانونية ودستورية معمول بها ووفق الضوابط والقوانين التي نص عليها قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم لكن هذا الأمر يكون بشكل جماعي ويكون بشكل منفرد وخارج الضوابط هذا أمر غير مقبول نهائي في العملية السياسية وفي محافظة نينوى حاصران كون أن محافظة نينوى تنهض من التراكمات السابقة ولديها جراحات كثيرة ومتراكمة اليوم تطمح إلى وجود عملية مستغرة وجود حملة من الإعمار ووجود حملة من تقديم الخدمات ونحن نمر في فصل صيف حار وشاق على المواطنين هذه الأمور كلها يتطلع عليها المواطن لكن ما عمل به مجلس المحافظة كان خارج الضوابط المعمول بها وخارج فقرات القانون الذي نص على أن يكون خصوصا في المادة 30 من القانون رقم 21 لسنة 2008 المعدل الذي ينص على وجود أو بقاء المدراء النواحي وكذلك المحافظ ونائبيه في المنصب لحين اختيار بدلاء عنهم ما حصل هو كان إقالة جماعية قبل وصفته بأنه نوع من الاستحواذ على مقدرات الشركاء الأساسيين كردن وعربا بكافة الأطياف فيه بس ما نعرف الحد الآن منه اللي يدبر هذا الشيء إن كان حقيقي وفق ما توصفون يعني منه صاحب الفكرة بيوم وليلة بجرة قلم عقد مجلس المحافظة 2 تموز وقيلوا عشرين واحد منه صاحب هذه الفكرة طبعا بالتأكيد استاذ العزيز اليوم كانت من المفترض أن تكون هناك جلسة معلومة لدى الأعضاء وأن يكون هناك أسماء مقدمة لكي يطلعوا عليها ويطلعوا على السيفيات المقدمة كان الاتفاق هو على استبدال سبع وحدات إدارية شاغرة لكن أثناء أو شاغرة يعني مو بسبب الفساد والتلاتب والخدمات مثل ما يقول بعض المدافعين عن هذا القرار نعم كانت شاغرة نعم نعم الشيخ ريان الكلداني يعني بسبب الشغور فقط بضبط كانت شاغرة تلك الوحدات الإدارية التي هي عددها خمسة أعتقد بعدين تمت إضافة أثنان حتى يكون العدد سبعة لكن ما حصل فيها الجلسة هو إعفاء 21 أو 20 وحدة إدارية وهذا الأمر الذي أثار حفيظة التحارف نينة والموحدة وكذلك الديمقراطة الكردستاني أنه لم يكن هناك اتفاق لم يكن هناك سيفيات معلنة لم تكن هناك آلية للترشيح أيضا من ضمن القوانين اللي معمول بها أنه يجب أن يكون لمحافظ نينة ودور يجب أن تقدم السيفيات عن طريق المحافظ عن طريق المحافظ أنا راح أناقش ويا جنابك جزئية المحافظ وليش ما أشرك بالقرار كأنما الرجل يقولول أنت معزول مع العلم اتصر عركات على منصب المحافظ أوكي مجلس المحافظة مهم لكن مو نعزل المحافظة لكن خليني أروح الدكتور ريبين أراحب بك مرة أخرى دكتور يمكن أقوى لهجة صدرت من بين المعترضين هي لهجة حزب الديمقراطي الكردستاني وشفنا سيد شيرواندو بردانش قال ببصنة الصوتية لدرجة أن الرجل يقول يا جماعة ترى ضغطه حتى على السيد محسن المندلاوي ما عرف ما ينجاب هذه المعلومة رغم أن الرجل المندلاوي وقف باتجاه عدم تمرير هكذا شيء بالمقابل أيضا جماعة سيد ريان ومن خلف الإطار التنسيق يقول لك ماكو عدالة بهذا التوزيع وهذول العشرين مدير ناحية يسيطر عليهم بشكل أو بآخر الديمقراطي الكردستاني في بعض المناطق حتى ذات الأغلبية المسيحية والعربية فشلون تريدون ما نقوموا بهيش خطوة وإحنا جماعة الأغلبية يا ديمقراطي هيش يسئلون شتجاوبوهم بسم الله الرحمن الرحيم طبعا بداية انتاحياتي لحضرتك ولضيفك الكريمين وكافة المشاهدين يعني يختصر هذا الصراع كأنه انعكاز لما هو موجود في العراق برمتها لأنه الوضع في محافظة نينوى ووضع خاص وبالمناسبة نبارك لهم مناسبة تحريرهم في هذه الأيام ونسأل الله سبحانه وتعالى بأن يعوض عن الأضرار التي تعرض لهم والله يرحم للشهداء في هذا المجال فهذا اللي يحصل الاعتماد على الأغلبية هو فكرتين الاعتماد على الأغلبية أو الاعتماد على التوافق الذي بنيت عليها العراق التوافق والتوازن والشراكة هذه المبادئ التي أصبحت مرارا وتكرارا نتم ذكرها في جميع القنوات الإعلام وفي جميع المناسبات والاجتماعات العراق الجديد مبني على هذه المبادئ هذا من جهة ومن جهة أخرى هناك بسبب الفشل الذريع الذي المنتظم السياسي يعني مرت بها في السنوات الماضية الآن أو في الانتخابات منذ الانتخابات 2018 تقريبا في العراق يفكرون بأنه يكون الأغلبية يا العبد والأغلبية للعراق يقول لك أنتم تتفكرون أيضا بهذه الطريقة وما تحسبون حساب لبقية المكونات وتسيطرون بشكل أو بآخر سابقا محافظات أخرى واليوم نينوى اليوم إجا دورنا نحن جماعة السلطة عش عضو في مجلس المحافظة لازم نقرر ويمكن شفت كلام السيد ريان الكلداني على وحدة من القنوات العراقية أو أتحدث بشكل صريح أن هذا الجاي هذا المستقبل بهذه الطريقة سوف يقاد في نينوى الإدارة بهذه الطريقة سوف تكون شاء من شاء وأبا من أبا الجماعة مستعدين لهكذا شيء وهم يشوفوا قانوني بس هذه الجماعة أجوا إلى مجلس المحافظة مثلا باشتراك كم عدد من يعني من الناس الطيبين الموجودين الناخبين في محافظة نينوى مثلا يعني هل يترى هذا الحديث يدعمه الأغلبية الصامتة الخطيرة الموجودة في الشارع الغضبان يعني إحنا نشتغل هذا المجلس هل مجلس سياسي أو مجلس خدمي عندما تشكل المجلس خصوصا مجالس المحافظة يجب أن يحول صحيح بعملية سياسية وبعملية انتخاباتها جئنا بأي مجلس محافظة وحتى البرلمان أيضا فيجب أن يحل خصوصا الحكومات المحلية الذي وعدوا بالناس والمصواتين القليلين الملتجئين إلى هذه بالنسبة لجميع العساب المشاركة إلى صنادق الاختراع والفاقدين إيمانهم في هذه العملية بالرمتها والذي تتم عن طريق القرابات والعزومات والعلاقات العشائرية ولا تتم على حساب المستوى العلمي والخبرة وعلى أساس السيرة الزاتية أبدا فهذا المجلس عندما أتى وجلس على على كرسي أي ممثل يجب أن تكون مجلسا خدميا يباشر ب ولكن لم نرى هذا يباشر في عملياته الخدمية بديت بأربعة شاغرين أربع مناطق إدارية شاغرة مناصب ورح أكمل عن بقية الـ 16 هاي البدايتي يقول لك ليش تريد تعرق البدايتي يعني على يا أساس أنا صاحب الأبناء بي وأقرر لا وبالمناسبة الشارع ما مختلف عليه يعني هو الرجل راح لمناطق عديدة سيد ريان الكلداني والتقى مع هواي ناس ويقول لا قد قبول وتعطش للخدمات والتغيير بالشارع هاي شي يشوفه يعني تغيير تغيير من الحزب الديمقراطي تغيير من الموجود تغيير من الآخرين موجود هذا التعطش بالتغيي موجود هذا التعطش بالتغيير ولكن يعني جايين العناصر الجديدة أو المدراء الجديدة بدون دعم جزء كبير آخر الذين كانوا موجودين بعد دعم البقية كانوا وهكذا أداءهم الآن بعد نقص نص دعم الإرادة الشعبية والحزبية والإدارة الداخلية هل يعتبر هذا وضع صحي وهل يتمضي بسلاسة وبصحة وتكون الخطوات القادمة الخدمية التي وعدوا بالناس والناخبين يتم بكل سرعة وبكل سلاسة كلا هذه المسائل يجب أن يتم تصويت في مجلس المحافظة عن مسائل أخرى بالعكس عملوا عرقلة أمام عجلة الخدمات في المحافظة كيف أنت بقرار الأول تقوم بوضع وبتعميق هذه الخلافات بهذا الشكل أي تعضو ينتمي إلى لجنة جديدة أو مؤسسة جديدة حضراتكم سيد العارفين يجب أن يترك هذه النزعة الحزبية الضيقة ويجب أن يتعامل على العمل المشترك يعطل عمل الخدمات باعتباركم أنتم ومجموعكم كتحالف نينوى وحزب السيادة وعزم والديمقراطية ستنسحون وبالتالي من يصوت بس هو يقول لك أنا عندي عندي نصاب بأعضاء أقدر أسوي نصاب ومشي الأمور فأني حاسب يحساب كل شيء هو أشكد أشكد بالمئة أنا أشارك في الانتخابات شفنا هذه صناديق الفاضية والآن نصه يرجع للبيت يعني هذا الصمت الغامض الخطير يعني يجب أن هذا التعطيل اللي ما محتاجته هذا التعطيل اللي ما محتاجته نينوى على مستوى الخدمات بعد ما استقر الأمن بطلعان الروح نينوى معروف شنو أزمتها أرحب بجنابك مرتلخ أستاذ عادل أستاذ عادل المانع وأقول شنو مصلحة الإطار التنسيقي يدفع السيد ريان اللي عنده فقط ثلاث أعضاء في مجلس المحافظة بمعية آخرين أيضا ويتلعون بهذه الطلعة ويسوون ما يشبه المجزرة الإدارية شفناها مرة من المرات وهم وصفت بالمجزرة بأيام المفوضية يمكن جنابك تتذكر واعترض الجميع وصار بعدها تعديلات بس وين المصلحة تروح على السيد بحسن مندلاو معترض نعم يتعرض الضغوط ورجع الكتاب ماتك أوكي لكن بالبداية اعترض وهذا قال علي شيروان الدوبرداني تروح على رئاسة الوزراء يقول لك يا جماعة هذا الكلام مو صحيح وتريثوا به إذا ما أرجع للبرلمان ومجلس الوزراء اللي يقول هذا الكلام غلط ليش نيمشون الجماعة بهذه الشيء وشنو مصلحة السادة بالإطال التنسيقي بالدفع السيد ريان العمل هكذا شيء في منطقة حساسة جدا مثل نينوة وين مودي نينوة مرة أخرى بدنا تحياتي لك أخي العزيز ولغيفيك الكريمين والمشاهدين الكرام أينما كانوا يعني قبل الإجابة عن سؤال جنابك الكريم في أين المصلحة أيضا يبقى التساؤل المفتوح بهذا العنوان ما هي المصلحة من اعتراض المعترضين لأنه تضررت مصالحهم وتحدث الأخي ريبين بشكل واضح وكأنه هو يلقي اللوم على العملية الانتخابية برمتها وبالتالي يتحدث عن الأغلبية الصامتة والجمهور الصامت بينما الواقع الحقيقي للحراك السياسي خلص هذا منتخب إذا أنت تشكك يا سيد ريبين بقضية وجودهم بذريعة الأغلبية الصامتة فبالتالي حتى وجودكم يا ديمقراطي كردستاني هو يعني مشكوكم بصحتي أنتم جزء من هذه العملية وحتى مجموعة أنا اللي أستغربة أنه السيادة تقف موقف الديمقراطي الكردستاني يعني حقيقة قلبتها من أكثر من وجهه لم أجد يقول لك كل شيء بنيا على توافق بالعملية السياسية لدرجة أنه إحنا أحيانا نتجاوز القانون والدستور بالانتخابات وبقانون الانتخابات ونروح حتى توافق في شكل الحكومات تجيني هسه 2024 تدور لأغلبية ماكوشي بالعراق تشكل بالأغلبية مؤقصد هذا ليش خطير لأن هذا ينحسب على مجلس النواب باشر عقبرة حسوية نفس الشي مجلس النواب وبقية المناصب والمكونات الأخرى وراح تقول لاني صاحب الأغلبية ما تقدر أحسنت 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 يعني إذا ما أريدنا أن ننقل النقاش في هذه النقطة واعتراض الأخوة وخاصة السيادة حسب الله الديمقراطي الكورستاني معروف والأسباب يعني عشرين سنة يا أخي عشرين سنة هالميا المعقول عشرين سنة بمعنى خمس دورات انتخابية يبقى أنه المدراء يديرون بذات الأسماء وذات التوجه وذات التبعية الحزبية وذات المرجعية السياسية تعالي بالإجراءات القانونية وغير يقول لك أنا قابل وطبّت وياك بالجلسة يوم الثنيا وتفاجأت أنا قابل إجراءات القانونية اللي يتمشي بها يقول لك الإجراءات القانونية أول شيء لازم تعرض الأسماء اللي تريد تقيلها تناقش تصوت تجيب الأسماء الآخرين تصوت عليهم تشوف النتيجة وتروح تنفع هذا الكلام يعني تناقل لهذا الكلام وناقل الكفر ليس بكافر هذا ليس كلام الصحيح هذا كلام من يدس السم بالعسل وين نسمي بهذا الكلام وين نسمي بكلامهم أنا أقول لك هذا يريد يقول أنه نمضي إلى التوافقية ومن ثم نمضي إلى الجلسة والتصويت الحقيقة وقد يصير بجلس النواب ما هذا اللي صار بالحكومة بس اسمعني حتى تكمل الفكرة حتى تكمل الفكرة اليوم حتى يعني مجلس الوزراء من دفع ما قال أنه الجلسة غير قانونية والنصاب غير مكتب لا قانونية دستورية وفق الضوابط ولكن يدعون إلى التريوث يدعون إلى تغيير قضية لفك الإشتباك وبالتالي نذهب إلى مساحة سياسية مرتاحة من التعاطي السياسي ما فيه احتدام سياسي يعني من هل استعجال؟ هو هذا الهدف إذا هذا الهدف عزيزهم ليش أقول لك في هذه الجزئية زين أنت تدريب هذه الجزئية نقلها مجلس النواب الحالي هذه الجزئية نقلها نفسه محمد الشاعر السوداني عفق من موقف السيادة محمد الشاعر السوداني نفسه يقول هذا الكلام يقولوا تريثوا هذا دعا الرجل دعا بكتاب دزل المحافظة نينوه المجلس محافظة نينوه بالتريوث ونفس الحال السيد محسن المندلاوي أيضا عارض يا أخي الدفع بالتريوث لحل إشكال من خشية من أن يحتدم الصراع وبالتالي نصل إلى نفق مسدود هذا الدفع بها يعني مو معناته من يدفع إلى التريوث بمعنى ما قامت عليه الجلسة غير قانونية غير دستورية غير شرعية لا هذا الكلام لا ما ممكن أن يقال أولا الموجودين أغلبية اثنين تمت بحضور بحضور الأخوان بالجلسة الثلاثة ما ممكن السكوت يعني سألهم فرادا فردا فردا أنت تقبل مدير وحدة إدارية صار لعشرين سنة هو مدير دون تغيير أيضا الفائزين اللي نتعاطى بها في قضية النصاب السياسي أيضا نريد استحقاقها يا أخي كيف توزع الاستحقاقات وهو هذا استحقاق لكن مقبل التقييم هذا اللي حاليا مثلا السوداني لح على قضية التقييم و ما لا علاقة وإجمع 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 بين المحافظات والجماعة هم يبتون بالأمر بيان من موقف مجلس الدولة هيتشي قال البيان أنتظر وأشوف بس أرجع لك على هذه القضية وأناقش مع جنابك أما الضرورات اللي دعت بالإطار والمتحالف معه سنة وكل دانيين إلى آخرين لكن خليني أرجع لأستاذ فرحان أستاذ فرحان سمحت الكلام يقول لك تريد ضرورات الضرورات موجودة تريدها قوانين الجلسة صحيحة وأنتم أيضا تقولون الجلسة صحيحة اعتراضكم كان فقط على قضية التغيير عشرين سنة ثمنتعش سنة مدير ناحية باقي موجود والناس تشكي مو من العدالة يبقى خليه يطلع ليش أعارف طلعته طبعا استاذ أنا رح أقب أيضا على سؤالك وجواب وكذلك على كلام الاستاذ من بغداد اليوم نحن لا نعترض على آلية التغيير نحن مع التغيير مع وجود أوجه شابة وكفاءات نحن مع هذه الخطوة لكن أنه يتم التغيير دون اتفاق للمجلس دون علم الجميع بشكل مفاجئ الاتفاق شي بيقانون الاتفاق وعلم الجميع شيء إلى علاقة بالقانون الاتفاق أنه كان التغيير لسبع وحدات فقط وما حدث في المجلس كان هو عشرين وحدة إدارية والاتفاق كان أنه لازم تكون طريقة الاختيار ضمن ضوابط قانونية معدة لهذا الأمر اليوم اختيار رؤساء الوحدات الإدارية وكذلك الأغضية يجب أن يتم وفق ضوابط سن معين كفاءة إدارية مدة خدمة لا تغلع عن عشر سنوات كذلك يجب أن يكون من سكنة القضاء يعني اليوم عدة شروط يجب أن تتوفر وشنو من هاي الشروط اللي انتو شفتوها ما موجودة شنو من هذا الشروط كانت اليوم ما أحد يعرف ما هي الأسماء التي قدمت تفاجعنا في المجلس بوجود وترشيح عشرين اسم لعشرين وحدة إدارية تابعين لقائمة النينا والمستقبل يعني حتى جدوى الأعمال بعقد الجلسة يوم 2 تموز جنتم تعرفون شنو ماذا موجود وهذا بحذاته غير قانون ولا الأعضاء لديهم علم نعم هذا ما نتحدث عنه اليوم وهذا ما دعنا نذكره اليوم ما نعترضين على التغيير ولا دعنا نشكي بقانونية الجلسة لكن الجلسة دارت بطريقة كانت فيها يعني قفز على بعض الفقرات القانونية هذا اللي احنا دعنا نعترض عليه إضافة إلى أنه اليوم العشرين وحدة إدارية اللي تم التصويت عنها كانت من استحقاقات نينو المستقبل وهذا أمر أيضا به يعني غير إنصاف لبقية الأحزاب المشاركة في العملية السياسية اليوم نينو المستقبل أيضا لديهم استحقاقات انتخابية لكن مو بهذا الحجم هذه الاستحقاقات يجب أن تكون وفق الأصوات اللي تم الاستحصال عليها كما ذكر الاستاذ قبل قليل أنه السيادة كان لهم اعتراض اليوم السيادة كانت القائمة الرابعة على مستوى محاط نينو بـ 75 ألف صلو هو يقول استاذ عادل أنا أفهم اعتراض الديمقراط الكردستاني بس ما أفهم اعتراض السيادة هي شي يقول يعني السيادة لديها 75 ألف صلو استاذ الكريم ما تعترض على أغلبية الديمقراط الكردستاني في إدارة النواحي تعترض على تعترض على مجزرة تعترض على مجزرة التغيير وخروج خرق للإجراءة أنا أقول لك شنو مجزرة المجزرة أنه تدخلون التغيير لابد منه التغيير التغيير بس قانوني يا استاذ عادل التغيير لابد منه بس قانوني تدخل جدول أعمال ما بي جدول أعمال للجلسة، ما معروفة السيفيات ما تم التصويت عليها ما نوقش، اتخذ على حين غفلة، يا أخي غيروا غيروا التفكير، شو أنتوا جبتوهم من ذاك اليوم إلى هذا اليوم؟ اتفاق شو عجب اليوم واتفاق يعني؟ شو المشكلة؟ شو المشكلة اليوم؟ أستاذ العزيز، تسمع لي أكلم الموضوع حتى نصل إلى فكرة، حتى نصل للمعلومة للمشاهدين الأعزاء هذا كان سبب الاعتراض اليوم سأتكلم باسم السيادة أنه لديها 75 ألف صوت، وهي القائمة الرابعة في مجلس المحافظة ماذا كان استحقاقات حزب السيادة في نينو؟ لم يكن لديها أي منصب، لو لا مدير معها ولا فراش في مدرسة كم مقعد عندك؟ كم مقعد عندك؟ أستاذ عندي مقعدين؟ وعنده 13 عنده مقعدين، بالمقابل السيد رياني الكلداني عنده 3 مقعد، وسوه هاي الهوصر وشنف تفرق مقعد واحد؟ أستاذ عزيز، أنت درقات عني كثير أستاذ عزيز، لا لقل، عفوا عفوا، كلامي كان موجه لأستاذ المانع أستاذ لدينا مقعدين، لكن لدينا أيضاً حلفاء استراتيجيين ولدينا قائمة والأهيان نورية والموحدة وكذلك تحلف الديمقراطي الكردستاني التي تكون هي 13 مقعد في مجلس المحافظة اليوم 13 مقعد، إذا نريد أن نرجع إلى التصويت الذي تم الذي تقول حضرتك هذا كان عدل وكان قانوني هل من 30 وحدة إدارية؟ يتم التصويت على 20 وحدة إدارية تابعة لنينو والمستقبل ومن تبقي عشرة زيان اليوم، إضافة إلى هذه 20 وحدة الإدارية التي استحصلت عليها نينو والمستقبل أيضاً كان لديهم رئيس المجلس من ضمن استحقاقات الانتخابية أيضاً كان لديهم مناصب أخرى نائب الفني لمحافظة نينو ضمن هذه الاستحقاقات وإضافة إلى 20 وحدة إدارية زيان كيف اليوم أنت بـ 16 مقعد في مجلس المحافظة تستحصل على 20 وحدة إدارية ومنصب رئيس مجلس وكذلك نائب المحافظة الفني وبقية المشاركين أو القوائم الأخرى الشركاء معك في العملية السياسية لديهم فقط 10 وحدات إدارية يتقاسموها بينهم هل هذا هو عدل؟ هل هذا هو إنصاف؟ هل هذا هو توزيع حقيقي على حكومة وعلى مجلس تم بنائه بالتوافقية وليس بالأغلبية؟ اليوم العملية السياسية في نينو جرت وفق نظام توافقية بين كل الأحزاب لحقن التشنج السياسي لكسب ود الشارع وكذلك هذه الأمور كلتا اليوم نتطلع إليها لكن ما حصل هو كان قفز على الاستحقاقات للشركاء البقية وهذا الأمر هو ما أثار حفيظة السيادة ونينو والموحدة وكذلك بغض النظر عن استثناء المحافظ من الرأي لكن أستاذ ريبين حسب كلام سيد ريان الكلداني يقول ما جرى في مجلس المحافظة هو حركة لإنهاء سيطرة الديمقراطة الكردستاني منذ عشرين عاما على حوالي تسعين بالمئة من المناصب الإدارية في نينو والمناصب الإدارية في نينو اللي ذكرها هي ربيعة الحمدانية الكيف سنجار شيخان مخمور الموصل بحشيقة برطلة وان القوش القحطانية وزل كانوا ويمكن أكو بعض منطقة أخرى يقول لك أنا قانوني كلام عشرين سنة تريدون تبقون بهذه المناطق؟ خلوني أسوي تغيير بطريقتي مثل ما سويته تغيير بطريقتكم وين المشكلة؟ وهالمرة أنا جاي بوياي دستور وقانون عفوا الصوت تريد أعيد على جنابك السؤال لو افتهمت الفكرة العامة منها الديمقراطي الكردستاني هل قام بحصول على هذه المناصب في المنطقة بصطو مسلح أو بحرب أو بماذا؟ حصل عليها بنتائج الانتخابات وأقل من حقه أخذ لأنه 141 ألف ناخب صوت لديمقراطي الكردستاني والفارق معه مع الجهة التي يليها عبارة عن أقل من نصف يعني وليس بألف صوت أو ألفين صوت يعني أنتم من كان عدكم بذنيتين دورات السابقة 17 مقعد 141 ألف صوت من كان عدكم 17 مقعد ما كان عدكم 20 مدير عام عفوا 20 منصب إداري بنينها؟ هذا الاستحقاق هذا موزع بين جميع المتفقين مع بعض في المحافظة إنها مسألة أخرى يعني تعيدون التقاسم مرافق ويجب أن يكون على أساس نتائج الانتقابات لماذا نخوض على العملية الانتقاباتي أصلا؟ وبعدها أصلا تحياتي لأستاذ عادل أخ عزيز وأستاذنا جنابه أصلا أنا ما أحب أخوض للنقاشات وشخصنة الحوار ومتابع جيد للوضع السياسي حضرته عدة مرات أهني ويا جنابك تشرفت وناقشنا مسألة الأغلبية ومسألة التوافق مو أنتوا كنتوا ضد الأغلبية التي تمت في التحالف الثلاثي بين ديمقراطي وسيد الصدر وبين الإخوان في البيت السني مو كنتوا تقولون بأنه ما لازم يمشي الأغلبية ليش هذا التزدواجية في التعامل هنا أنا بالمحافظة يقول لك بذاك الوقت أنا تشنت ضد ذيك الأغلبية لأن تشتت الصف الشيعي حسن ماكو صف الشيعي هناك حتى داء شتته هذا الحكم بمكيالين مسألة الحكم بالمكيالين هذا لأنه المسألة الاعتماد على الأغلبية أو التوافقية إنها مسألة المبدأ ومسألة القواعد المبنية لحظة بس أكو سؤال مهم أنا هنبقت لأربع دقائق ولازم نوظفها على جنابكم أو الزحة لكن فعلا أنتوا خايفين على تفد نوع من التغيير الديمغرافي بالمناصب يعني مو تغيير الديمغرافي إثني وإنما تغيير الديمغرافي سياسي بالمناصب خايفين عليه تشي يعني خايفين من بروز نجم ريان الكلداني وخليجي ريان وين المشكلة؟ لا مسألة لا تكمل بهذا نحن تغيير الديمغرافي حصل يعني ذلت لسالة صحيحة لأنه الآن هذه المناطق كان من المفترض مشاكلها تنتهي منذ 31-12-2007 لماذا نحن الآن ماما هذه المشاكل حتى التركيا التي توغلت في أراضي العراقية في هذه الأيام ملف ساخن ومهم وخطير لسبب عدم تنفيذ المادة 140 الذي الكرت منذ 2005 بصوت عالي وبشكل مستمر على مستوى القاعدة والقاعدة نحاول أن نتفهم الجماعة بأن هناك خطورة هناك تدخلات هناك توازنات مستقبلا سوف يحصل ونتظرر منها من جانب هذه التدخلات ما حدا يستجيب من جانب هذه التدخلات أكو تخوف من إعادة نينوال المربع الأول أستاذ عادل شوف أستاذ ريان الكلداني شي يقول باللقاء التلفزيوني يقول الشيخ قيس الخزعلي دافع عن نينوال خلال اجتماع الإطار بمسعود بارزاني في بغداد بطلب مني يعني الشيخ قيس الخزعلي هو يعني الإطار التنسيقي بشكل عام أمفوض الشيخ الخزعلي يسوي هذه الشغلات بنيناوال وهذا ترجع نينوال لمنطقة حساسة الكرد مو قليلين والسنة والمكونات هماتهم مو قليلين بنيناوال أجي آني كإطار تنسيقي أفوض فلان يعني مو وقتها مو وقتها لا 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 مو قضية وقتها أو مو وقتها أستاذ الفا السؤال الجنابك أستاذ عادل ولما عرف أعبالي تحياتي إليك مرة أخرى والأستاذ ريبين والأخ فرحان الحقيقة لقاهات متعددة من خلال الفضائيات ونتناقش بوجهات نظر وإن شاء الله كنا متحلين بسياق اللياقة والذوق والأدب ولا نتعدى هذه الخطوط ولكن ندفع ندفع بقضية ندفع بقضية الأغلبية ولكن الأغلبية وين؟ ندفع الأغلبية داخل المجالس داخل مجلس المحافظة وداخل مجلس النواب مو الأغلبية العنوان السياسي التي ترميه أكثر صراحة أستاذ عاليم لا لا عارضة تعالف الثلاثي واضح فالسؤال اصغيروني شو بقضي بس خلنا نتخيل الآن هذول الأغلبية اللي هسا هم 16 سواوا هذا الغالي خلنا نفكحها شوية خلنا نقول لو جاي تقدم والاتحاد الوطني والديمقراطة وهي السيادة وعزم وحسم وصايرين أغلبية ويطيرون جماعة ريان والعقد الوطني كإطار تنسيقي موجودين منهم جانش سويتو كإطار تنسيقي ما كان قلبت الدنيا لا 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 أستحرق أحنا اللي سويناك مو كان صارت هيت وقت كانوا يتحدثوا على مو هيتش كان صارت لا 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 إطلاقا يعني لا 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 تخليني يعني أقدم لك حتب وأعتب عليك في سياغة هذا السؤال سؤال لا 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 بس اسمعلي لا بس اسمعلي هذا السؤال يتضمن قضية ثئرية وكأنه يريد يثأر فلان من فلان الجهل فلان هي من الجهل فلان لا لا تعيدا عن الثأر تحالف خلنا فروض تحالف مو تقول لي مو تقول لي كان سويتو وكأنه عملية الثأر لا إطلاقا لا لا مو ثأر ماذا قلتوا تروحون رشاشاتكم تروحون على نينواء بس كان قلتوا يابا هذا الجهل ديب ما يصير وكان يمكن دخلتوا المحكمة الاتحادية ومحكمة الاتحادية مستقلة ما لها علاقة بس كان هم كان قلتوا تزيني يا أخوية هم كان ما قابلتوا شوف العتب السي أخو إيصال الصوت لا بأس به يعني أن يصل صوت أستاذ ريبين على راسي أن يصل صوت أستاذ فرحان على راسي جميل ولكن أنا أريد مو بس قضية الصوت أنا أريد قضية التعاطي السياسي والنتيجة السياسية ما أريد نوصل إلى تصادم مثل ما الآن جماعة التقدم الحلبوسي والطرف الآخر لحد الآن لم نتوصل إلى تسمية رئيس مجلس نواب واللطيفة أنه تعصب إن شاء الله تحسن أنا أقول لك تحسن أنا أقول لك قريبا قريبا بعد ما ترفع الضغوط على السيد محسن المندلاوي بهاي البصمة الصوتية حسب شيروان الدوبرداني ما أنا علاقة يقول ضغطه أخي أوقفنا جلسة أوقفنا جلسة مع المية وثمانية وخمسين أو غيرنا مسار الجلسة المية وثمانية وخمسين لما يكون لما تكون الأغلبية السياسية غير مقتنعة في جدوى ونتائج وبالتالي تمارس الضغوط طبيعي تمارس الضغوط فعلا مثلا أنا أتحدث عن جلسة قانونية فيها تصويت جرى يفترض أن يحترم التصويت أهل فكرة أشكرك شكرا جزيلا وعذرا عن المقاطعة أصدقني أكو محور ثاني أستاذ ذعاد الألمان على الباحث في الشأن السياسي شرفتنا أيضا شكر إلى دكتور ريبين سلام عضو الديمقراطة الكندستاني من أربيل كل شي أعتذر إليك أستاذ فرحان القيادي في حزب السيادة من الموصل كل شي أعتذر يعني الوقت حيل زاحمني إن شاء الله إنه لقاءات أخرى شكرا لكم جميعا أكو مفارقة بالعدالة واجهة لعراقيين في أحداث 2014 وما تلاها يمكن من بالغ إذا نقول إنه هذه المفارغة تمثلت بأكبر قضية حقوقية وإنسانية مرت على عراق ما بعد 2003 أصلا وهي قضية المغيبين والمختفين قسرا والوشايات الكاذبة عن طريق المخبر السري وعلى رئيسها جميعا انتزاع الاعترافات بالإكراه وتحت التعذيب من محاسن الصدف أنه قضية الراقصة المعروفة بهديل المعروفة بأم اللول كشفت جزء من حقيقة ما يجري بخصوص الاعترافات تحت التعذيب وما هو نوع هذا التعذيب وإحنا هم نسأل شو نوع التعذيب اللي تعرضت لهذه البنية بحيث خلاها تعترف تحت الاكراه وتقول نعم أنا نقلت الممنوعات يتوضح لاحقا أنه هي ما نقلت الممنوعات لكن بالتعذيب بالمقابل إجقد أكو تعذيبات وإجقد أكو إكراهات وإجقد أكو انتزاعات للاعتراف بنفس الطريقة اللي صارت مع هديل واللي الحد الآن ما حد يعرف أي شي عنه كم واحد ما عنده حظ مثل أم اللول وكم واحد ما عنده حظ مثل محامي هديل وكم واحد انتزعت منه الاعترافات بالقوة تحت التعذيب أو بالوشاية الكاذبة من مخبر سري وما حظى بنقض للقرار من المحكمة مثل ما حصل قضية هديل هاي الأسئلة وإن تكون مزعجة لكن لابد من الإجابة عليها السببين الأول أنها تضع قانونية وقضاء العراق بخانة الشك والظلم ثانيا تضرب الموقف الحقوق العراقي بالصميم واللي جزء كبير منه أصلا موقوف بحيث مفوضية شبه رسمية مهمة في العراق اسمها مفوضية حقوق الإنسان البرلمان لزمها الباب بـ 2022 بمعنى الله يعينك يا الموقف الحقوقي كل هذا الكلام رح نقشه مع المستشار القانوني الأستاذ طارق الشرع والمحامي أيضا بالتأكيد مرحبا بحضرتك أستاذ طارق الشرع أنا ناوي أناقش قضيتين مع جنابك باستعجال قضية أم اللول هديل وأني شفت لقاءات جنابك على اليوتيوب كثيرة وما شاء الله عليك قدرت تتلاحق وذبيت قنابل بالجو أنا قمت أفهمها على القضاء رغم دفاعك الجانبي للقضاء لكن أكو أشياء ما يخلوه للمحامي يطلع عليها من ضمنها التحقيق يعني ما خلوك تطلع على التحقيق الخاص مع أم اللول ما خلوك الآخرين شلون أستاذ طارق تحية وتقدير تحية وتقدير إلى جنابك الكريم إلى القناة المحترمة والمشاهدين وجميع العراقيين الحقيقة طبعا مثل ما قلت جنابك الكريم أنه أولا علينا أنه لا نشكر المؤسسة القضائية المؤسسة القضائية لا تشكر بل هي تمتدح لأنه هي يفترض أن تنظر بعين واحدة إلى جميع الأطياف وتمسك العصى من الوسط وهي صوت الله فيها الأرض فبالنتيجة أنه العدالة هي مبتغى المجلس القضاء الأعلى والمؤسسة القضائية وأيضا الجانب الأمني يجب أن هناك مؤسسة أمنية محترمة يحترمها الشعب وتؤدي دورها المنوط بها دستوريا أنا أريد أن أقول لك يا سيد الفاضل أنه تلك المؤسستين إذا فقد الشعب الثقة بهما فبالنتيجة على الدنيا السلام وعلى العراق العفا لأنه هذه المؤسستين خطرتين جدا وأنا ألاحظ أنه الشعب العراقي حقيقة بدأ حقيقة يتدمر ويستاء من تصرفات المؤسسة الأمنية بالذات المؤسسة القضائية ما زالت بصحة جيدة وما صالت صمام أمان عراقيين وأنبوب أكسجيني يتنفس الحياة والعدالة أنا ما أقول الكل بس أنا أحكي كمؤسسة نعم أما بالنسبة للمؤسسة أيضا المؤسسة الأمنية أنا ما أريد أن أكرر جهود الجهات الأمنية وبالتحديد بالخصوص المديري العام لشؤون المخدرات لأنها تكافح هذا الإرهاب بس أكو قضايا ما لها علاقة المؤسسة الأمنية بي أيضا مو بباب الامتداح لكن من باب الموضوعي يعني مثلا جنابك تقول يمنع الكثير من المحامين من الدخول للمحكم للدفاع عن المتهم في بعض الأحيان أحيانا يدخل محامي منتدب من المحكمة ويمنع المحامي الأصيل أنت كمحامي أصيل بالبداية أحيانا كتحقيق قضائي ابتدائي أنت ما يخلوك تتواجد به هذا شو العلاقة المؤسسة الأمنية بي نعم لا المؤسسة الأمنية هي ابتداء أن تدري جنابك الكريم أنه المتهم حينما يعتقل بناء على أوامر قضائية وهذه الأوامر القضائية تذهب إلى الجهة المنفذة إن هي المؤسسة الأمنية يعني سواء مكافحة سواء مراكز شرطة سواء مديريات مثل مديرية شؤون المخدرات إلى آخره من جميع هذه المفاصل هي ضمن هذه المؤسسة بالتالي فحينما يجري مع المتهمة التحقيق الأولي يجرى داخل هذه الغرف المظلمة هنا أنا أنادي وأطالب وليس أنا كشخص هنا القضاء ما يعرف بالتحقيق الابتدائي لا القضاء طبعا لا علم له ولا دراية له لأنه هذه أمام رحمة الضابط انتداب انتداب محامي هذا من المسؤول عنه خليني 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 بس خليني خدني بنطفك وبسعة أنا أتمنى صديقني عندي ساعة وياك لكن لا صدف معاش دقيقة أريد هواية أستفيد من جنابك يعني لهذا أنا مستعجلي شوية بالمداخلات نعم يجب أن نراعي المادة 123 من قانون أصول المحاكمات الجزائية سنة واحدة سبعين هذا القانون من واحدة سبعين تخيل من واحدة سبعين إلى الآن في ضمانات متهمة وانتهكة تماما هذه المادة ما أدري يعني لا ترى بالعين مجرد ما أعرف أنه هل هناك يد عابثة تتعمى التغيب هذه المادة هذه المادة هي حقوق الإنسان الحقيقية اللي نصت عليها يعني نصت عليها حقيقة يعني مثلا مثلا مدونة الحقوق الإنسان والإعلان عن حقوق الإنسان من الثمانية والعالمي وأكدت عليها معهد الجنيف الثالثة والرابعة نعم فبالنتيجة أنه أولا وأخيرا على المحقق وعلى القاضي وعلى القائم بالتحقيق يجب عليه يجب عليه وليس على نحو الرجاء والتوسل ولا على نحو الجواز بل هذا الواجب القانوني والدستوري أن يحضر المتهم مع موكله هذه أكثر شفافية أولا أنا ليش أقول هذا القرير أولا راح يؤمن الشعب العراقي بشفافية القضاء وبشفافية المؤسسة جميل وبشفافية الجميع حتى تكون واضحة للأعيان وهذا في معرض الدفاع عن الحكومة والدفاع عن هذه المؤسسة التي أنشأت بعد 2003 جميل جدا اللي صار مع هديل رغم أنه خطاياها الليبنية رغم موقفها الأخلاق التي تتحاسب عنها هذه حريتها شخصية أنا هي شي أؤمن تعارض ما تعارض الناس تعارض ما تعارض لكن هي محظوظة بك أنت المستشار القانوني والمحامي طارق الشرع محظوظة بك حصلت أنا أتكلم عن هذول المغيبين تحت وشايات كاذبة مثل ما هذا وش بها بطريقة كاذبة المشايات المخبر السري هذا قال علي أرهاب وهو مو أرهاب هذا اللي يعترف بالتعذيب هذول من هو إلهم برأيك وفق مجساتك القانونية جدع بالمناسبة رئيس الوزراء نفسه يقول أنا مصدوع من اللي دعي شوفه بالسجون هذول من هو إلهم إذا أنت تتحدث عن هذيل اللي هي جرمها مو بقد إرهاب يعني ما متهمة بإرهاب وهي شي دي يسون بها وتعذيب الآخرين من هو إلهم برأيك يعني وين راحين والله حقيقة هذا ألم وجرح كبير لقلب كل العراقيين أحنا كل العراقيين متساوين بالحقوق والحريات وهم كولين دستوريا وأي خرق لهذا الجانب بالحقيقة أحنا سوف نرجع للمربع إلى الخلف وبالنتيجة يعني راح يكون مصير الدولة العراقية اللي احنا كنا نتمنى نتمنى هذه الديمقراطية ونسعى إليها وكنا نطبح بها ولكن تعيسين جدا حقيقة بالحكومات التي تعاقبت مع جل احترامي لحكومة السيد السوداني لم تكن ملبية للطموح وبالنتيجة حقيقة أضعنا الكثير يعني أدخلونا أدخلونا في متاهة لا يعرف أولها يعني هواي هذول خطيئة اللي امتزعت الاعترافات منهم بالقوة وتعرضوا للتعذيب مثل هديل لا لا مو بهذه الطريقة أولا أنا ما عندي حصائية كرجل بهذا أول مشكلة أنه إحنا ممنوعين من الوصول للإحصائية كإعلام مفتصة بخوق الإنسان وهذا همشي إلى علاقة حقوق الإنسان لا بالتأكيد لا ليش عندك عندك الحقيقة هذا دور البرلمان ابتداء دور منظمات المجتمع المدني دور منظمات حقوق الإنسان وزارة حقوق الإنسان كل من معني بشؤون الإنسان هو مكلف يعني ضميرا وإخلاقيا ووجدانا وبالنتيجة هناك هاجس واضح أنه الشعب العراقي يعني يقول أنه هناك مغيبين وهناك كثير انتزع منهم الاعتراب بالإكراه فكان من الضروري على هؤلاء أن يتحملون مسؤولياتهم أما أنا كمحامي أو كنقابة فهذا ليس دورنا للأسف الشديد كنت أتمنى أنا لو كنت مكان هؤلاء لكانت لكلمة أخرى وكلمة صارخة ومدوية وأيضا حتى نقابتي نقابتي نقابة مؤسساتية وليس جهة قطاعية خاصة بحقوق الإنسان بقدر ما هي مؤسسة تقدم محامي حتى يكون عدلا للقضاء ويكون قضاءا واقف ولهذا السبب حقيقة أنا ما أقدر إجيبك على الكم العدد القلة أو كثر والهناك فعلا أو لا يوجد يعني لا توجد عندي إحصائية كافية بهذا الاتجاه لكن أتمنى أنه توضح الإحصائيات نعم قضية هديلها أرجع لها بتفصيلة بسيطة يمكن هي معلومات متسارعة كثيرة حصلت على طعن بعد ما القضاء قال كلمة أخرى أو المحكمة قالت كلمة أخرى بعد أيضا جهود حضرتك يعني رح تطلع يعني ليش أسألك هذا السؤال حتى أطمن الآخرين اللي من انتزعت منهم اعترافات بالقوة يطمنوا له لا أكو مجال يطلعون فهي وصلت إلى المراحل الجيدة يعني والله حقيقة هذه المرأة هذه المرأة هديل يعني مع جل احترامي هي مهنتها يعني ليس كل التجارات يرغب فيها هذه التجارة بائرة هي تخصها وهي مواطنة عراقية تمتع بالحقوق والواجبات وأنا قلت لك يعني الحكومة هي حكومة خدمات أنا على أقول وأكد على هذه العبارة الحكومة هي حكومة حارسة هذه الدولة دولة حارسة هذه حكومة الخدمات توفر أمن وخدمات إلى الراقصة في الملها وإلى العابدة في المسجد لا تفرق بين الباري والمسجد كلاهما تعطيهم كهرباء وتعطيهم مي زيان الدولة لا تصلي لا تصوم لا تركع لا تعبد لا تذهب للزيارة الدولة وظيفتها الحقيقية دعم لفيصل دعم لقيصر لقيصر وما لله لله يعني هل سأمله القضية انتهت؟ نعم حتى نتعايش بشكل سليم أنه نجب أن نغادر هذه العقلية عقلية إدارة الدولة أن تكون بفهم واحد بفكر واحد بمنهج واحد لا ندعي ملك الحقيقة الحقيقة في وسط الماء في الطريق لا ندعيها نحن ولا حتى نتعايش ويكون هناك حقيقة توافق وطني كبير علينا أنه لا نغادر هذه المفردة فإن أنتم دولة حارسة وليس دولة محروسة على كل حال أما بالنسبة للبنت هديل جنابك سؤالك الكريم بأنه ما كان هو القرار القرار حقيقي جاء بالنقض هذا اللي فهمت بالسؤالك نعم جاء بالنقض وهذا أعطتنا أمل حقيقة يعني محكمة التمييزة المحترمة وقضاتها المحترمون أعطوا أمل لكل العراقيين أنه يطمنهم أنه القضاء بخير وبدأ هذه التي حصل مع هديل لعله لعله أنه النقطة بداية الطريق الصحيح بداية الطريق والاعتراضات لا يأس لا يأس رغم الاعترافات التي انتزعت بالتعذيب تحت التعذيب أستاذ طارق بسؤال أخير نعم شوف الاعترافات التي انتزعت بالتعذيب أنا لا أنكر نعم الكثير تحصل الكثير تحصل في هذه الغرف المظلمة ولهذا دعوة تكون دعوة عن طريق قناتكم وأيضا أوصلت صوتي إلى النقابة أنه ما المانع ما المانع أن تكون هناك كاميرات في غرف التحقيق لأنه الأصل الأصل بالتحقيق العلانية والاستثناء لاحظت يخلون كاميرات والضابط يتحكم بالكاميرا يشيلوا خلاص هو هذا شيء قانوني فخليه سوينيها المفروض المفروض ضمانات وتهم حاضرة وفق المادة 19 بالدستور مثل المادة 123 يجب أن يكون المحامي حاضرا مع موكله منذ أول بداية التحقيق تخيل هذه المادة تقول على القاضي التحقيق أو القائم بالتحقيق وليس القاضي أيضا قائم بالتحقيق عليه أن يحسم رغبة موكله ابتداء أنه ترغب بتوكيل المحامي أم لا ترغب إذا رغب بتوكيل المحامي إذا رغب بتوكيل المحامي فهنا يتوقف كل القضاء يتوقف القضاء تقدر تطيني نسبة صغيرونا بالتواني إلا أن يأتي هذا المحامي حسرا هناك مشكلة بالصورة تقدر تطيني نسبة صغيرونا إشكت بالمئة هذا ما متحقق ما يخلون المحامي حاضر بالتحقيق والله في بعض المحاكم في بعض المحاكم لا متحقق وجيد في بعض المحاكم في القضايا البسيطة أما في القضايا الكبرى للأسف الشديد ما متحقق وأتمنى أن يتحقق الجميع يتمنى أشكرك جزيل شكرا للمستشار القانوني كل الاحترام والتقدير الجناب حياك الله وشكرا أيضا موصول إليكم مشاهدنا الكرام على أمال الدفاع معكم في الأسبوع المقرد